وليو شغل شغل رئيس الحكومة هيشم المشيشي هاوش قال نهار السبت في ناديو تولوليت على المسألتين هذوما ما عادش مسموح بيه لكونو الانتاج يتوقف نقل الفصفات كذلك يتوقف قاعد هدايا يخلقنا في أزمة كبيرة على مستوى الموارد الدولة وقاعد فما وعي كبير من الأطراف اللي بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة ساهمت في الوضعية هدايا بيش نرجعوا إلى الحوار ونمشيوا أكثر للحلول وان شاء الله كما قلنا انتلاقا من الأسبوع القادم بيش تكوننا جلسات على مستوى المدخلين هذوما بيش نهتموا بمسألة الفصفات وكذلك زادوا أيضا بمسألة الكامور في ولاية تطاوي الاعلان على موقف مبدئي هاو كيف شيرى رئيس الحكومة هشام المشيشي الأزمة اللي سايرة في الفصفات والكامور وبايش تصير اجتماعات في كلمتين أمبونيلا فما دفع بيش يصير في علاقة بالملفات هذية من قبل رئيس الحكومة شاكيب ما ريتش أنه رأى أنا في الموضوع ما حد شي بجد معنى الحديث هذية حديث أبيض ما عنده حتى معنى حتى دسم فم حد شيء صراحة أنا مش عارف رئيس الحكومة يعمل في اليوغا ولا بيش يكون بالودوء هذية قدام ملفات معنىها مشتعلة وملفات حارقة يجب تعطيني رقاب تعطيني معطيات خليها والقالية صوت يتحبوا يسيحوا يعاية ويبدأ منرفزوا على العصابه بيش تحسوا شاكيب اللي هو معنى يا رئيس حكومة متمرس بالملفات والله يوارد للصراحة يمكن واحد يلزم هكا الدم يغلي شوية ويعلى صوت ولكن بنتيجة تقول لي والله ما عادش مسموح ويقول لك أنا ما عادش مسموح هون بعض هذي حل الطريق للفصفات فما الطالبات وارد شوف أنا يعجبوني ناس فما السياسيين كتكلموا من خلال ردودوة تفهم اللي هو معبي بالملف معبي بيه يعرف التفاصيل يعرف الامور وين واقفة وين حابسة وقد الحكاية والبيداغوجة اللي بشعاتها معاه نجم يقولوني نراه واش مطلوب واحدين ثلاثة أربع مطلوب هاي إمكانياتنا هاي قدرتنا هاي عارض ماشين بيه هاي كاش فتحكيه مع الناس ذوكو واضح كاش هذي مميش هذي كل فما زيدة اللي رأى أنه هذي من باب الاستعراض نجم يقول لك مئتين ألف رقم لا 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 فالأخر ما يعمل حتى شي خلوت خلوت أنا يهمني حاجة في السياسيين اللي يتكلموا أنهم على الأقل معبين بالموضوع أما رأى ما عادش مسموح هذي لا تقدم ولا توخر آي سوفيان شرايك في تصريح رئيس الحكومة حول الفصفات والكامور لهما زوز ما شكل باي أما رئيس الحكومة رأى اسمه هشم مشيشي ما هوش توريس جينا مسيويت آي وش وش معنى معنى هشم مشيشي كان وزير داخلية في الحكومة اللي سبقت معي هكا ولا يعطيك الصحة ولهذا وزير داخلية شنه ما سوليته مش تطبيق قانون في بالي هاي والكامور ما هيش حكاية جديدة والفصفات ما هيش حكاية جديدة معنى أنت معا أمنانة الملف لا 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 يهبط الأمن والعسكر معنى تبق القانون يش معنى تبق القانون تبق القانون تبق العسكر كي وحد يبني كي وحد يبني حيت على السكة سمحني تتهبط العسكر ولا تهبط الجيش ولا تهبط البوليسية ولا تخلي يبنيوا فيلا يكملوا يبنيوا فيلا تختاروا تشتعبوا ما وقلنا دولة القانون والمؤسسات ما وعملنا ثورة بيش تكون فعلا دولة القانون والمؤسسات سعى قبل كل شي يبقى المشكل يبقى المشكل يغلبوك بيش تربش يغلبوك سوفيان ركز معايا المطالب شرعي لا لا يغلبوك انو يقولك فما اتفاقات صحت عليها الدولة التونسية والحكومة وستمرية الدولة وعليها انو تنفل هذا بش يغلبوك انا اقولك صحيحة اتفاقات انا اقولك المطالب شرعية وفما اتفاقات تم توقيع عليها والدولة كل بتاع المواطنين امتاحها ومع ذلك ومع ذلك ما فما حتى منطق يبرر التوقيف تسكير الفانا ولا توقيف الوحيد كي سلمشيش يقول ما عادش مسموح انا والله كيقول ما عادش كيقول ما عادش مسموح انا نستنى انا نستنى بشيخ الاجراءات اي قال بش نجتمعوا لاجراءات بش نجتمعوا يا سيدي ماهيش اجراء يا سيدي الوحدة نشرب قهوة ونعطيك كويستاي ماهوش اجراء يا جميع بالله سؤال سؤال بريء جدد هل اليوم طالبين رئيس حكومة ان يتصرف كأنه عنده سيبقى في على رأس وزارة الداخلية ما تنجمش سوفيان انت تعتقد انه يجب ان يفصل بين انه كان وزير داخلية سيبق ورئيس حكومة انه يعرف الملف هذا يعلق على المقاربة الامنية المقاربة الامنية يعرف على اقل الملف متاع الكامور ومتاع الفصوات لم تتعلقني في حاجة انه اللي تقال المشيشي انه اذهب وربك فقاتل انها هنا قاعدون هذه المشكلة مخلينه وحده المشيشي وهو مش معبي به الملف بمعنى بمعنى الرئيس البيجي في وقت معينا مشاه يجمع مجلس امن قومي اجمع الناس كله قال اخويا يدي في يدك ومع بعضنا وصبعي وصبعك وعظ هذه مثال يعجبني ياسر الوالدة تقول له من نوعك تقاسم لأعباء صبعي وصبعك وعظ يبدو انه الخلاف ولا البرود اللي بينقايس عيد على المشيشي فما حتى دعوة المجلس امن قومي بشوية تعهد بالموضوع فيه كل وزارات ويلزم كان زم على الشلام يكونش فيه الطبوبي وفيه اتحاد العراف وبعض ناس وهي تنلقاه صيغة ولا بخرج للموضوع هذا يبدو انه مطالب كله في راس المشيشي ولكن يبدو لي انه مشيشي واحده مش قادر وليه مزيد عليها الحزاب الحزاب اللي تقول انا بش انساند الحكومة وهو منظمة المجتمع المدني وكذا احنا المرأة الاخرى تتفكر تتفكر خلود السيد جاء من 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 شماعة اللي عاملين تحرك حل الفانة ولا سيب الفانة فهمنا ما حبش يقول اللي رأوا ما عندهمش الحق يسكروا الفانة تيه الحاشم بيها ان ما يتحملوش مسؤوليتهم بالعربي ما يتحملوش مسؤوليتهم ان وجماعة الكامور كيما جماعة القفصة يلزم في وقت ملوقاتهم قلولهم تعالش كيفاش يجا نخزروا لبعضنا في عينينا او انتوما شنو اللي عندكم في حق وهو شنو بليبش نسألكم سؤال سوفيان قبل ما نساكروا الموضوع هل تعتبروا شاكيبو سوفيان تسكير الفانة هو حركة احتجاجية هو جريمة شاكيب الله شو ها 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 هل تعتبروا وجه من اوجه الاحتجاج السلمي المسمح به دستور القواني دخلاو لماذا وصلنا لغادي هو سويل هذا لا 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 جاوبنا على دخلا شاكيبو ولا قل sou لا موش بك تسكير الفانة احتجاج لو جينا شوف لو جينا قدام دولة ونسية ما تعطيش كلمة ومتبيعش الريح للملاك ما تعطيش كلمة ما توفيش بها وتعطي في حدود القدرة والطاقة تقول هذا اللي قادر عليه وقتها أنا معك جريمة وأم الجرائم انو لاتذكر فانة ولك الدولة تمذي على اتفاقات ومتسمعش للناس وتنقذ الكلمة متاحة سمحني وقت الموضوع سكروا الموضوع الدولة مجرمة وقت اللي تصحح على شيء الدولة وعدت الدولة مطالبة أن تتعهد بالاتفاقية وتسكير الفانا زادة جريمة أحليم